هنا في بسري طبيعة خضراء خلابة تمتد على مساحة 6 مليون متر مربع تنمو فيها نحو مليون شجرة كادت أن تختفي لو لمعارضة الناس تحويل المنطقة إلى سد هذا هو لبنان يا عمي لبنان ما بيطلعت 2 أبرتمون من فرنسا خلينا نحافظ عليه ما بقى فينا بقى نقول أنه نحن عم نكون متهجمين على أصحاب المشاريع شفيلي سد مجمع نقطة مي مثل الخلة عام 2021 خسير لبنان نحو 7 ملايين ألف متر مربع من الغابات الحرشية بسبب أعمال التحطيب إلى جانب عوامل طبعية سرعت تراجع المساحات الخضراء هناك قطع منظم من تجار حطب لتنبيع في لبنان وخارج لبنان لليوم لم يعين أكثر من مئة حارس غابات كان ممكن يساعدوا أيضا بالحد من هالكارسي يلي عم بعيشها لبنان مئات ألاف الأشجار قطعت من أجل بناء سد لا يمتلق بالـ 2020 احترق 7000 هكتار هلأ صار لنا حوالي سنتين الوضع مسيطر عليه بالرغم من أنه معدات الدفاع المدني عم بتصير قديمة أكتر وأكتر ما فيه حتى لنعب مزوت بالألية طبعنا 1405 حرائق شهدها لبنان الصيف الماضي بحسب إحصاءات الدفاع المدني قضات على مساحات خضراء تمتد من الشمال إلى الجنوب في ظل ضعف الإمكانات التقنية والبشرية للتعامل مع هذه الكوارث يضاف إليها رمي النفايات وحرقها في الغابات الحرجية لبنان الأخضر خسر غاباته الحرجية وأشجاره المعمرة بنسبة تزيد عن 200% أرقام مرشحة للارتفاع إذا لم تفرط قوانين صارمة تحد من اختفاء المساحات الخضراء سارش حادي المشهد بسري قضاء جزين ترجمة نانسي قنقر